في ناس كتير بس عم تركز على موضوع ظهور الإمام النادي صلى الله عليه وخصوصا بالمقلب الموجود هو في دولة الحجاز عم تركز كل الوقت على هذا الموضوع عم تركز فقط على موضوع الإمام النادي ونسيين اللمسات الإلهية بموضوع السيد المسيح أيها الأخوة الأخوات بقلكم هذا الموضوع ويمكن ناس كتير يلومنا على هذا الشيء بس ولكن نحن نقترب كثيرا حتى أقرب من ظهور الإمام النادي صلى الله عليه نحن نقترب كثيرا من ظهور السيد المسيح وقالكم هذا الموضوع بناء على كل هذه التراكمات اللي هي موجودة بالموضوع الروائي وتراكمات الموجودة من الأمور السياسية لا حسب الروايات مثل ما قلت لكم إذا ركبناها بالطريقة التقليدية لكن نقول الإمام النادي حيظهر بعد منا بيجعب ينزل سيدنا لا السيد المسيح بإذن الله تعالى هو اللي حيظهر قبل وبعدين ظهوره حيكون محتمل يكون أول شيء سري لأشخاص معينين خصوصا في لبنان في جنوب لبنان وحيكون موجود بهذه المنطقة ويقود مجموعات وبعد منا حينتقل للعلن فهمتوا عليها كيف؟ لا لأنه في هذه المرحلة هلأ مثل ما قلت لكم حتى وجود الباخرة نفسها اللي هي حتأتي هي تمهيدا لظهور الأشياء الأخيرة اللي هني عم بيضعوها لظهور السوفياني وهذا ظهور السوفياني كل الروايات تشير بسوريا ووادي اليابس بيكون محتمل ما يكون من سوريا محتمل يكون من الأردن ومش الملك الأردني يعني انسوا هذا الموضوع الملك الأردني وهل الروايات والأشياء لا مش هو الملك الأردني أضعف مما تتصورون أن يكون هو السوفياني هو فقط دمية تحركها الدول الكبرى السوفياني هو محتمل يكون رجل دين محترم عند هذي الطواقف كلها ويظهر من الوادي اليابس الوادي اليابس هو ما بين سوريا والأردن مش بس بس بمنطقة وحدة من سوريا اللي احنا يجب أن ننظر إلى هذا الموضوع بعين حقيقية فاشتشيع ارتباط هؤلاء الناس حيكون عطريق يد السيد المسيح سلام الله عليه بتشوفوا أنتوا بأواخر حياة السيد المسيح اللي نحنا ما التفتنا له واللي منقلها المسيحيين واللي منقلها المسلمين دائما بيصوروا السيد المسيح حامل العصائي وماشي بين جبال وما صوروا ولا مرة أنه قائد ثورة ولا مرة صوروا أنه فعلا كان عم بحضر ثورة ضد الروم ولا مرة صوروا أنه كان عم بحاول يعمل شيء عظيم جدا لحتى يحرر الأهالي الموجودين في تلك الفترة هو بالحقيقة هيك كان عم بيصير السيد المسيح كان في تلك الوقت هو عم بيحاول يحرر بيت المقدس من السيطرة الرومانية بها تلك الفترة وكان عم بيأسس لثورة داخلية موجودة حرفت كثير من الروايات عليه كما حرفت دين الأساسي الذي ننزل مع سيد المسيح لذلك نزول السيد المسيح في هذا الوقت بالتحديد هو استكمالا لتحريره لسيطرة الرومان الرومان الحديث اليوم هو الدولة الأوروبية والدولة الأمريكية